هذه أبرز العناوين الدائع يتير غضب جماهير مغربية بسبب موقفه من تعاقد الهلال مع بونو لن تصدق أبدا المبلغ الذي سوف يحصل عليه ياسين بونو بعد تعاقده مع الهلال نابولي تتعاقد مع نجم المنتخب المغربية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد كي توصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرج ووضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الدائع يتير غضب جماهير مغربية بسبب موقفه من تعاقد الهلال مع بونو أترت التصريحات الأخيرة لمحمد الدائع الحارس السابق للمنتخب السعودي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن عبر عن رفضه تعاقد فريقه الأمة الهلالة مع الدولة المغربية ياسين بونو الحارس السابق لنادي إشبيليا الإسبانية وارتبطا بالموضوع قال الدعي خلال استضافته عبر برنامج دور نغير الذي تبوته قناة السعودية الهلال حاليا ليس في حاجة إلى خدمة بونو موضحا أن فريقه السابق يضم في الوقت الراهن اثنين من أفضل الحراس في الدورة السعودية في إشارة إلى لويس والمعيوف حارسي المنتخب السعودية وتبع الحارس السابق للهلال حديث توقع إلنا التوقع مع حارس أجنبي خطأ في ظل عدم الحاجة إليها كنت أتمنى أن يتعاقد الفريق مع محترفين في مراكز الخصاص التي يحتاجها وليس التعاقد مع حارس مرمى تصريحة الدعي وبحسب عدد من المتابعين أخرجت عن سياقها الحقيقي السيما أن الحارس السابق للهلال اعترف بقيمة بونو كواحد من أفضل الحراس في العالم بل ووصفه بالحارس ستوبرستار غير أنه اعتبر التعاقد معه سيكون له واقع سلبي على حارس المنتخب السعودي السالفي الذكر لأنه في ظل حضور حارس الأصود لن يكون بمقدورهما اللاعب وبالتالي سيفقدان التنافسية اللازمة من جهة أخرى اعتبر البعض الآخر من المتابعين أن تصريحة الدعي تنم عن حقد دفين يكنه حارس الهلال السابق لبونو لأنه لم يتسنى له بلوغ المراتب العليا التي بلغها الحارس المغربية الذي يعتبر حاليا من بين أفضل ثلاث حراس في العالم يذكر أن نادي الهلال السعودي أعلن عن تعقده بشكل رسمي مع حارس المنتخب المغربي ياسين بونو بمجاب عقد يمتد لثلاث مواسم وهو القرار الذي تفاعلت معه جماهير الفريق بشكل إيجابي حيث اعتبرت الحارس السابق لنادي إشبيليا الإسباني قيمة مضافة للفريق الأزرق لن تصدق أبدا المبلغ الذي سوف يحصل عليه ياسين بونو بعد تعاقده مع الهلال أوضحت تقارير صعفيا إسباني أن عرض الهلال السعودي لضم ياسين بونو كان الأفضل والأقوى مديا بنسبة لحارس المرمى المغربي ونادي إيجبيليا وأعلن الهلال السعودي تعاقده مع ياسين بونو لثلاث مواسم بدون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة وأكدت صحيفة مارك الإسباني أن بونو سيتقضى في الهلال السعودي ضعف راتبه مع إيجبيليا ستة مرات حيث كان يجني مليون يورو سنويا والآن سيحصل على ما يقارب 13 مليون يورو مع نديها الجديد يشار إلى أن الهلال السعودي سيقدم ياسين بونو ولعبه الجديد نايمار في حفل واحد غدا السبت وذلك قبل مواجهة الفيحاء في دور روشنا السعودي نابولي تتعقد مع نجم المنتخب المغربية كشف خبير الانتقالات والصعفي الإيطالي الشهير نيكولو شيرا أن الدولي المغربي وليت شديرا أصبح لاعب لنادي نابولي الإيطالية قادما من فريق باري وحسب الصعفي الإيطالي فإن شديرا وقع عقدا مع نابولي حتى عام 2027 مشيرا إلى أن نابولي سيعير شديرا إلى فريق فروزينوني هذا الموسم تجدر الإشارة إلى أن وليت شديرا كان قد بصم على مستوية مميزة رفقة نديه باري ما جعل الناخب الوطني وليد راقراكي يوجه له الدعوة للمشاركة في نهاية كأس العالم بقطر زياش يصل الليلة إلى إسطنبول تمهيدا لانتقاله إلى غلاطة ساريا كشف التقارير صعفي أن الدولي المغربي حكم زياش سيصل مساء اليوم إلى إسطنبول التركيا وذلك تمهيدا لإتمام تعقده مع فريق غلاطة ساريا وذكر السعو في الإيطالي فبريزي رومانو عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس أن غلاطة ساريا اتفق مبدئيا مع تشيلسي بخصوص التعاقد مع حكم زياش خلال فترة الانتقالة الصيفية الحالية وأضف المصدر داته أن الصفقة وصلت مراحلها الأخيرة وأنه تبقى فقط اجتياج زياش للفحص الطبية لكي يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي من طرف تشيلسي وغلاطة ساريا وكان إردان تيمور نائب رئيس نادي غلاطة ساريا التركي قد أشار إلى أن المفاوضات لضم الدولة المغربية تسير بالشكل الصحيح ويعتبر البعض هذه الخطوة التي سيقدم عليها زياش ستكون بمثابة إعادة إحياء لتواهج كروي غابط لتفترة تواجد نجم أصد الأطلس في حصون القلعة اللندنية مدرب مارسليا يكشف أسباب عدم اعتماده على حارث أساسيا في مبارية الفريق كشف الإسباني مارسلينو مدرب أولمبيك مارسليا الفرنسي عن أسباب عدم اعتماده على الدولة المغرب أمين حارث أساسيا في مبارية الفريق وقال مارسلينو في تصريحات صعفية إنه يرغب في منح الفرص لحارث بلعب بعض الدقائق لتحضره بشكل جيد للموسم ولا يرغب في المخاطرة به منذ البداية حتى لا يصاب من جديد وأكد مدرب مارسليا أن اللاعب المغربي لا يبدو له جاهزا بشكل كلية للعب كأساسيا ويتطلع إلى إشراكه بشكل تدريجي حتى يستعد بشكل أفضل للرهانة المقبلة وأضف قائلا حارث غير قادر على لعب مباراة كاملة حتى الآن عودته للملاعب ستكون تدريجية ولا أرغب في المخاطرة بها أتمنى أن يكون جاهزا بنسبة 100% وسنمنحه الفرصة للعودة بصورة جيدة وكان اللاعب المغربي قد تعرض الاتواء في رباط الصليب لركبته اليسرى استوجب الالتزام ببروتوكول علاجي صارم بعد خضوعه لتدخل الجراحي شهر نومبر من سنة 2022 قبل أن يعود ليشارك في المباراة الإعدادية لمارسليا تأهب للعودة للميادين بشكل رسمي الرجاء يعلن تنازل القجة عن شكايته ضد بعض الجماهير أعلن فارق رجاء الرياضي من خلال بلاغ رسمي له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تنازل رئيس الجامعة فوز القجة عن الشكايت التي كان قد تقدم بها في وقت سابق بعد الحملة التي تعرض لها في حق شخصها وقال رجاء في بلاغها يتقدم رئيس النادي رجاء الرياضي ومكتبه المدير بالشكر الجزيل والامتنى لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجعة بمناسبة تنازله عن الشكايت التي سبق وأن تقدم بها في مواجهة بعض الجماهير وأضف البلاغ يتنم رئيس النادي الفرصة للتأكيد على حرص النادي بجميع مكوناته على تتمين المجهودات المبدولة من طرف رئيس الجامعة لتطوار منظومة كرة القدم بالمغرب والتي كان من نتائجها الحضور الدولية البارز للمنتخبات والفرق الوطنية في المحافل الدولية واختتم رجاء الرياضي بلغه قائلا يدعو الرئيس وأعضاء مكتبه المدير الجماهير الراجوية الوفية إلى الالتفاف لمشروط حول الفريق والمساهمة في إنجاح أوراش إصلاح وإعادة هيكلة الفريق على جميع المستويات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وإرجاع الفريق إلى سكة الألقاب والأمجاد هذه أبرز العناوين الدائع يتير غضب جماهير مغربية بسبب موقفه من تعاقد الهلال مع بونو لن تصدق أبدا المبلغ الذي سوف يحصل عليه ياسين بونو بعد تعاقده مع الهلال نابولي تتعاقد مع نجم المنتخب المغربية